شاركت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمتحدث رئيسي في جلسة حوارية بعنوان رأس المال البشري ركيزة النمو الاقتصادي نعم وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الامريكية واشنطن وخلال الجلسة أكدت سعادتها على ما تليه مملكة البحرين من حرص واهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري والذي يعتبر عنصرا أساسيا في التنمية وتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي المستدام والتزام المملكة في خلق فرص العمل ذات الجودة العالية لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخطة التعافي الاقتصادي منوهة بأن هذه الاستثمارات الاستراتيجية أسهمت بصورة إيجابية في تصنيف مملكة البحرين في المرتبة الثانية عربيا على مؤشر رأس المال البشري التابع للبنك الدولي الأمر الذي يعكس التزام المملكة بتطوير المهارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام والدفع بعجلة التنمية كما سلطت سعادتها الضوء على تأثير تطوير رأس المال البشري على الابتكار والتحول الرقمي بما يسموه في تعزيز الانتاجية والنمو الاقتصادي مشيرة إلى النهج الفعال الذي تتبعه مملكة البحرين في مؤامة تطوير القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية اشتركوا في القناة